ارتفعت مجددا فرص تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري في ظل ضغوط مارسها رئيس الجمهورية ميشيل عون من أجل تقليص حجم تمثيل القوات اللبنانية ونفوذها في الحكومة من جهة وفرض مشاركة ميليشيا حزب الله في هذه الحكومة من جهة أخرى ما ننسى أنه عندنا تحديات إقليمية، تحديات داخلية، تحديات اقتصادية وهذا بيتطلب أن الجميع يكون بقل بهذه الحكومة فإذا في حدا بدي مفكر حلو أنه هذا انتصال لإله ولا خسارة لإله أنا برجع بأكد أنه ما في حدا منتصر بهذه الحكومة كلنا ضحينا وجاء تقليص حجم القوات اللبنانية ونفوذها في الحكومة المقبلة عبر الحيلولة دون توليها وزارة العدل التي أعلن رئيس الجمهورية تمسكه بها وذلك في ظل إصرار حزب الله على ذلك مصادر سياسية أوضحت أن الحكومة التي يمكن أن يعلن عن تشكيلها خلال هذا الأسبوع ستشهد تولي القوات اللبنانية وزارة العمل بدل العدل ويعود إصرار ميليشيا حزب الله على منع القوات اللبنانية من تولي وزارة العدل إلى أنه بات متوقعا أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في شهر شباط أو آذار المقبل وتنوي ميليشيا حزب الله استخدام وزارة العدل كي تتولى الاعتراض على هذا الحكم الذي يؤكد تورط عناصر من الحزب في تنفيذ عملية اغتيال الحريري المصادر أكدت كذلك أن ميليشيا حزب الله تعد نفسها لمرحلة العقوبات الأمريكية الجديدة عليها وعلى إيران وتنوي استخدام وزارة العدل اللبنانية للتشكيك في هذه العقوبات ورفض أي التزام رسمي لبناني بالامتثال لها كما يصر الحزب على تولي وزارة الصحة نظرا لحاجته إلى معالجة نحو ستة ألاف جريح من عناصر ميليشيا الحزب أصيبوا في سوريا كذلك هناك حاجة لدى الحزب إلى تقديم خدمات إلى أنصاره في ظل خفض المساعدات الإيرانية التي كان يحصل عليها في الماضي ويرى مراقبون أن احتمال تشكيل حكومة لبنانية في هذه الظروف بالذات وإصرار ميليشيا حزب الله على المشاركة فيها يضعان لبنان في عين العاصفة وخاصة أن الإدارة الأمريكية أبلغت لبنان بأنها ضد مشاركة الحزب في أي حكومة لبنانية وأنها ستتصرف مع الحكومة على نحو سلبي في حال مشاركة حزب الله فيها وهذا ما يضع إقدام الحرير على تشكيل حكومة في دائرة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وميليشيا حزب الله ترجمة نانسي قنقر